نشرة إغبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة أهلا بكم والبداية مع نادرد أهلا بك نادرد أهلا بك شايد شكرا لك أهلا بكم سلم وزير الخارجية سامح شكري أمير قطر تميم بن حمد ألساني رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تضمنت الإعراب عن أهمية مواصلة التشاور والعمل من أجل دفع العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة نقل وزير الخارجية دعوة الرئيس السيسي إلى أمير قطر لزيارة مصر في أقرب فرصة من جانبه طرب الأمير تميم بن حمد نقل تحياته إلى الرئيس السيسي وأعرب عن تقديره وإشادته بتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية وما شهدته الأون الأخيرة من تبادل لزيارات الوزرية واستئناف لأطر التعاون بين البلدين أطلع وزير الخارجية سامح شكري نضراءه العرب على جهود مصر وإرادتها الصادقة لتواصل الاتفاق قانوني ملزم يراعي مصالح مصر والسودان وإثيوبيا في قضية سد النهضة وخلال اجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بالدوحة لبحث قضية السد شدد شكري على أن أسرار إثيوبيا على الملء دون اتفاق يخلف قواعد القانون الدولي هذا وأعلنت العديد من الدول العربية دعمها لمصر في أزمة سد النهضة وحفظ حقوقها المائية مؤكدين أن الأمن المائي لمصر والسودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي المزيد في هذا العرض والذي يقدمه لنا الزميل باسم طبونا أهلا بكم مشاهدين الكرام تضامن عربي واسع مع مصر فيما يتعلق بأزمة سد النهضة وحفظ حقوقها المائية البداية من جامعة الدول العربية التي أكدت أن الأمن المائي لمصر والسودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي مشددة على ضرورة امتناع إثيوبيا عن البدء في الملء الثاني لسد النهضة من دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب بدوره أكد رئيس البرلمان العربي التضامن التام مع مصر والسودان ودعمهما الكامل في مقفهما من التطورات الأخيرة في أزمة سد النهضة مطالبا الجانب الإثيوبي بالاستجابة الفورية لسوت العقل والحكمة الذي تقوده الدبلوماسية المصرية من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا حول سد النهضة من جانبها شددت منظمة التعاون الإسلامي على ضرورة الحفاظ على الأمن المائي لكل من مصر والسودان جاء ذلك بينما أعلنت السعودية دعمها ومساندتها لمصر والسودان بشأن سد النهضة مؤكدة أن أمنهم المائي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي ومشيرة إلى دعمها لأي مساع تصهم في إنهاء أزمة ملف سد النهضة الكويت أعلنت أيضا تضامنها مع مصر والسودان في جهودهما لحل أزمة سد النهضة بما يحفظ لدولتي المصب حقوقهما المائية والاقتصادية وفق القوانين الدولية من جانبها أعلنت البحرين تضامنها مع مصر في الحفاظ على أمنها القومي والمائي ودعمها لجهود حل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة كما أكدت الأردن دعمها للموقف المصري في التوصل لاتفاق يحفظ حقوق مصر المائية وينهي الخلافة حول سد النهضة عبر حل تفاوضي وفقا للقانون الدولي مع التجديد على ضرورة عدم اتخاذ إجراءات أحدية قبل التوصل إلى اتفاق بما في ذلك بدء عملية ملء السد كما أكدت تونس وقوفها إلى جانب مصر من أجل التوصل إلى حل تفاوضي عادل لملف سد النهضة بما يحفظ الحقوق التاريخية للشعب المصري في مياه النيل هذا وأعلن العراق من جانبه دعم حقوق مصر والسودان في مياه نهر النيل مؤيدا جهودهما في التوصل إلى اتفاق نهائي لقسمة عادلة تضمن حقوقهما أيضا أكدت الإمارات اهتمامها البالغ وحرصها الشديد على استمرار الحوار الدبلوماسي والمفاوضات لتجاوز أي خلافات حول سد النهضة وأكدت أهمية العمل من خلال القوانين والمعايير الدولية بدورها أكدت سلطنة عمان تضامنها مع مصر وتأييدها في جهودها لحل الخلاف حول سد النهضة عبر الحوار والتفاوض بما يحقق الاستقرار للمنطقة ويحفظ مصالح الأطراف جميعا كما أعلنت الحكومة اليمنية تضامنها ووقوفها مع مصر لإيجاد حل عادل لملف سد النهضة ودعم جهودها لتحقيق السلم والاستقرار الإقليمي مشاهدين الكرام كان هذا عرضا لأبرز المواقف العربية الداعمة لمصر والسودان في قضية سد النهضة شكرا لحضراتكم على تيب المتابعة ارتفع مستوى التنسيق الدبلوماسي بين مصر والسودان لشرح التطورات المتعلقة بسد النهضة في عدد من العواصم الإفريقية والعربية المختارة من قبل الجانبين الأمر الذي بعث برسائل هامة للمجتمع الدولي حول مخاطر بقاء هذه القضية دون حل في ظل مخاطر جمه تهدد الأمن والسلم في المنطقة بسبب جمود قضية سد النهضة اتخذت مصر والسودان إجراءات مشتركة لمواجهة سياسة الأمر الواقع التي تحاول إثيوبيا فرضها وفي آخر جوالات المشاورات بين مصر والسودان التي أقيمت بمشاركة خبراء فنيين وقانونيين من الجانبين اتفقت طرفان على المخاطر الجدية والآثار الوخيمة المترتبة على الملء الأحادي لسد النهضة وأكد على أهمية دفع إثيوبيا على التفاوض بجدية وبحسن نية وبإرادة سياسية حقيقية من أجل التوصل لاتفاق شامل وعادل وملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة بعد أن وصلت المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي إلى طريق مسدود بسبب التعنت الإثيوبي ومن هذا المنطلق ارتفع مستوى التنسيق الدبلوماسي بين مصر والسودان لشرح التطورات المتعلقة بسد النهضة في عدد من العواصم الأفريقية والعربية المختارة من قبل الجانبين الأمر الذي بعث برسائل مهمة للمجتمع الدولي حول مخاطر بقاء هذه القضية بلا حل خاصة بعدما دعمت مصر المقترح السوداني بتوسيع مظلة الوساطة لتشمل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتجنب إطالة أمد المفاوضات ومؤخرا أرسلت الخارجية المصرية خطابا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باعتباره الجهة المسؤولة عن حفظ السلم والأمن الدوليين لتسجيل اعتراض مصر على ما أعلنته إثيوبيا حول نيتها الاستمرار في ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل والإعراب عن رفض مصر التام للنهج الإثيوبي كما أكدت الخارجية السودانية من جانبها أن موقفها تجاه سد النهضة يحظى بدعم وطني واسع من كافة الأطياف السياسية والشعبية وإجمالا ركزت التحركات المصرية والسودانية على إظهار حقيقة المواقف الإثيوبية التي أفشلت المساعي المبذولة على مدار الأشهر الماضية من أجل التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا حول سد النهضة وفي إطار رعاية الاتحاد الإفريقي شارك وزير الخارجية سمح شكري في الاجتماع التشوري لوزراء الخارجية العرب وأكد وزير الخارجية على موقف مصر الداعم للحلول السياسية لكافة القضايا العربية حرص القاهرة على الدفع قدما بكافة أتر التنصيق وتشور في إطار جامعة الدول العربية لما فيه صالح الشعوب العربية جميعها أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة مستمرة في توفير المناخ الجيد للاستثمار وخلال استقباله وزير التجارة والصناع السعودي ماجد القصب والوفد المرافق له شدد مدبولي على أن الدولة المصرية تعمل على مواجهة أي إجراءات بيروقراطية قد تعطل الاستثمار مضيفا أنه على استعداد للقاء أي مستثمر جاد لديه مشكلة من جانبه أوضح القصبي أنه يصطحب معه خلال زيارة القاهرة 35 من صفوة رجال أعمال المملكة تلتهم لديهم توسعات لمشروعاتهم في مصر استقبل محمود توفيق وزير الداخلية محمد داود وزير داخلية جمهورية جزر القمر والذي يزور مصر على رأس وفد أمني رفيع المستوى وقالت وزارة الداخلية أن اللقاء بحث سبل الاستفادة من الخبرات الأمنية المصرية في دعم الكوادر الشرطية القمرية كما زر الضيفة القمرية عدد من المنشأة التدريبية والقطاعات الأمنية المصرية وأشاد بتطورها وبإمكاناتها وبرغبة الجانب القمري في الاستفادة منها في إطار التعاون الأمني بين مصر وأشقائها لا فارقة فقد استقبل السيد محمود توفيق وزير الداخلية السيد محمد داود وزير داخلية جمهورية القمر المتحدة الذي يزور مصر على رأس وفد أمني رفيع المستوى وقد تم خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك حيث أكد السيد محمود توفيق وزير الداخلية استعداد الوزارة لتقديم الدعم الفني والتدريبي للجانب القمري في كافة المجالات الشراطية بينما أعرب الوزير القمري عن اهتمام بلاده باستفادة الكوادر الشراطية القمورية من الخبرات الأمنية المصرية المشهود لها بالكفاءة في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب وقام الوزيران بتوقيع مذكرة تفاهم بين مصر والقمر المتحدة تضمن التفعيل أطر التعاون الثنائي في عدد من المجالات الأمنية المتخصصة ورفع مستوى التنصيق المشترك بين الجانبين وقد قام وزير داخليات جمهورية القمور المتحدة بزيارة لأكاديمية الشرطة استقبله خلالها قيادات الأكاديمية واطلع على منشآتها وكياناتها التدريبية والتعليمية المختلفة بخاصة مركز التدريب الأمني الدولي بمركز بحوث الشرطة والذي يطلع بعقد دورات تدريبية للكوادر الأمنية الإفريقية وزار المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام المنشأ حديثا لتدريب الكوادر الأمنية المحلية والدولية على عمليات حفظ السلام كما شاهد جانبا من التدريبات العملية لإطالبة كلية الشرطة على المهام الأمنية المتنوعة الوزير الكوموري زار المعهد القومي لتدريب القوات الخاصة وشاهد إمكاناته التدريبية الكبيرة لإثقال مهارات رجال الشرطة بما يؤهلهم لآداء أصعب المهام تضمن برنامج زيارة وزير داخلية جمهورية القمر المتحدة قطاع الأمن العام حيث شاهد محاكاة لمسارح الجريمة التي يتم التدريب فيها على كيفية فك لغز القرائم المتنوعة وفي ختام الزيارة أهدت وزارة الداخلية المصرية إلى وزارة داخلية جمهورية القمر المتحدة كمية من المساعدات التي تسهم في دعم الأجهزة الأمنية في جمهورية القمر المتحدة لآداء المهام الأمنية بها وهو ما يأتي في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه مصر لأشقائها الأفارقة في المجال الأمني وانطلاقا من إيمانها بأهمية دعم رسالة الأمن والاستقرار في كافة دول القارة أعلنت وزيرة الصحة هالزايد أن مصر ستستقبل خلال أيام نحو مليون وتسعمائة ألف جرعة من لقاح بايروس كورونا أسترزانيكا من مرفق كوفاكس خلال الأيام المقبلة ضمن الربع الأول للاتفاقية بذلك خلال لقائها في جناب أوريديا نيجوان المدير العام لمرفق الكوفاكس التابع لتحالف الدولي للقاحات والأمصال جافي وأوضح خالد مجهد مساعد وزيرة الصحة للأعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة أن الوزيرة أكدت خلال اللقاء استعداد مصر لتعاونين مع كوفاكس ومختلف المصنعين لإنتاج اللقاحات من خلال المصانع المصرية التقت دكتورة هلزيد وزيرة الصحة والسكان مدير إدارة المنح بالصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا مارك أدنغتون وذلك على هامش زيارتها إلى مدينة جينيف بسويسرا استعرضت الوزيرة جهود مصر في القضاء على الملاريا كما ناقشت إمكانية الاستفادة من خبرة مصر لمكافحة المرض في دول حوض النيل وبحيرة فيكتوريا بحث وزير الخارجية سامح شكري مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش خلال مشاركتهما في الاجتماع التشاوري العربي في الدوحة التطورات على الساحة الليبية وقالت وزارة الخارجية إن شكري والمنقوش اتفق على أهمية الدفع قدما بالخطوات والإجراءات المتفق عليها في إطار العملية السياسية ومنها إجراء الانتخابات قبل نهاية العام وأكد شكري دعوته للوزير المنقوش للقيام بزيارة إلى مصر في الأيام القادمة وقد تم الاتفاق على موعد الزيارة لتتم في إطار التشاور القائم بين البلدين الشقيقين على كافة المستويات وعلى ضوء حرص مصر الدائم على تقديم كل الدعم لليبيا فيما سعيها لبدء مرحلة جديدة يسودها الوفاق في إطار دولة ليبية مستقرة وبعيدة عن التدخلات الخارجية حذرت مصر من أن تقف مشروعات إقامة السدود العملاقة حائلاً أمام توزيع العادل لمياه الأنهار العابرة للحدود بما يشكل تهديداً لنجاح برامج مكافحة التصحر جاء ذلك في كلمة مصر والتي ألقاها وزير زراعة السيد القصير نيابةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الأمم المتحدة في الحوار رفيع المستوى بشأن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف يشكل التصحر وتدهور الأراضي والجفاف تحديات ذات بعد عالمي وتسبب وجود هذه الظاهرة في مشاكل اقتصادية واجتماعية وبيئية جميعها مرتبط بالتصحر ويدر بالأمن الغذائي وفقدان التنوع البيولوجي ونظرة المياه وانخفاض القدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية والاشتراك في تشكيل تحديات خطيرة مرتبطة بالتنمية المستدامة لذلك تؤكد مصر على أهمية تقييم التقدم الذي تحقق في مكافحة التصحر وتحييي تدهور الأراضي والجفاف وتؤكد على ضرورة تشجيع اتباع نهج استباقي للحد من مخاطر وأثار التصحر وتدهور الأراضي والجفاف والالتزام بتبني أفضل الممارسات لاستعادة الأراضي على أساس الأدلة العلمية والمعارف التقليدية وتؤكد على الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث مكافحة التصحر، التغيرات المناخية، التنوع البيولوجي مع تشجيع حكمات المحلية على تبني الإدارة المتكاملة لرفع كفاءة استخدام وحدتي الأرض والمياه وأعلن وزير الزراعة أن مصر أحرزت تقدما في مجال مكافحة التصحر والجفاف مشيرا إلى أن مصر تمتلك مركز بحوث الصحراء والمنوط به مكافحة التصحر والتقليل من تدهور الأراضي وتخفيف الآثار السلبية للجفاف على المستوى الوطني وتقديم الدعم الفني لبعض الدول العربية والإفريقية على المستوى الإقليمي في إطار الاستراتيجية العالمية للتنمية المستدامة 2030 أطلعكم على التقدم الذي أحضرزته جمهورية مصر العربية في مجال مكافحة التصحر والجفاف خاصة وأن مصر تمتلك مركز بحوث الصحراء والمنوط بمكافحة التصحر والتقليل من تدهور الأراضي وتخفيف الآثار السلبية للجفاف على المستوى الوطني وتقديم الدعم الفني لبعض الدول العربية والإفريقية على المستوى الإقليمي في إطار الاستراتيجية العالمية للتنمية المستدامة 2030 وقد تمثل ذلك فيه اتخاذ الإجراءات الحاسمة والتشراعات الملزمة لمنع التعدي على الأراضي الزراعية الخصبة المنتجة للغذاء ومنع تدهور الأراضي أو تغيير نشاطها وبالتالي فقد حققت مصر تقدما ملموسا في منع أحد مسببات تدهور الأراضي نتيجة تدخل العامل البشرية أكدت دكتورة مايامورسي رئيسة المجلس القومي للمرأة إن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في ظل موجود قيادة سياسية تهتم مهتمما كبيرا بقضايا المرأة ووصولها لحقها الدستورية مشيرة إلى القرار التاريخي للرئيس عبد الفتح السيسي والخاص بتعين عناصر نسائية في مجلس الدولة والنيابة العامة بعد 72 عاما من النضال لتصل المرأة إلى مجلس الدولة والنيابة العامة جاء ذلك خلال افتتاحها التدريب التفاعلي لمديرات النيابة بهيئة النيابة الإدارية حول مهارات وفنون التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد المرأة وذلك بحضور المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية من جانبها أشهد المستشار عصام المنشاوي بدور عضوات نيابة الإدارية التي يشكلنا ما يقرب من نصف عدد أعضائها إجمالا وهو ما تنفرد به النيابة الإدارية كهيئة قضائية مصرية عريقة هذه الدورة المقصود منها هو رفع كفاءة الإدارة بالنسبة للسادة مديرات النيابة الذين عيننا في الفترة الأخيرة ويأتي هذا الدور إيمانا واعتقادا منا بأنه يتعين أن تتبوأ المرأة مكانتها وفقا للاستحقاق الدستوري وفي الحقيقة تم اختيار هؤلاء الزميلات لكفاءتهن في العمل والحقيقة هم أثبتنا في الفترة الماضية كفاءة في العمل وجدارة لاعتلاء هذا المنصر ووصول المرأة لمجلس الدولة والنيابة العامة النهاردة أنا سعيدة جدا بالتواجد أيضا مع مديرات أو المستشارات لمكاتب النيابة الإدارية النيابة الإدارية من الهيئات القضائية اللي فيها عدد كبير جدا من المستشارات القضيات وصلوا تقريبا لـ 48% وكنا بنتكلم يعني إمتح فين الـ 2% الفضلين في هذه النسبة هتبقى جهة قضائية فيها مساواة كاملة للمرأة وطبعا يعني مفيش أي حاجة تصف السعادة البالغة 72 سنة سيدات فضليات حربوا على الدخول في مجلس الدولة والنيابة العامة 72 سنة يعني أجيال وأجيال قبلنا نفسها تصل المرأة لحقها الدستوري وتولي المناصب القضائية في هذه الأماكن في عصر زهبي يعني مكن المرأة وصل بها لمراتب كبيرة جدا عصر سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هي خطوة يعني أن نعتبر أن نقول عليها إعجاز مش إنجاز حقيقي جد يعني أي امرأة حاسة أن هي فعلا تفخر أن هي موجودة في العصر دو وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه هو فعلا إدانا الدعم وإدانا القوة وحسسنا أنه هو دهرنا وسنتنا ورغم أن كان فيه قوانين كتير جدا لكن كانت اللي هي الحتة السياسية أو القوة السياسية هي اللي كانت بتدعم القوانين أن هي تنطلق وأن هي تشوء طريقها للنور عشان المرأة تاخد حقها وطبعا بالأدلة ثبت بالفعل أن المرأة جديرة لما حطيها في موقف بتبقى قادرة ودعمة وساندة لكل حاجة أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أحمد رشيد خطابي أن الأعلام شريك أساسي في تنفيذ ومتابعة وتقييم البرامج المتعلقة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وفي كلمته خلال اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الأعلام العرب أعرب خطابي عن تطلعه إلى اعتماد برنامج العمل الخاص بالخريطة الإعلامية التي أقرها مجلس وزراء الأعلام والدليل الاسترشادي للتنمية المستدامة هذه الدورة كانت غنية جدا في المواضيع التي تم تطرق إليها طبعا كما تعلمين كان اجتماعات على مستوى اللجنة الدائمة لإعلام العربي وتم التحضير جميع الوثائق اللازمة لعرضها على المكتب التنفيذي الذي اجتمع اليوم وتصدرت لهذه القضايا قضية الشعب الفلسطيني بحيث كان النقاش بناء ومثمر فيما يتعلق بأشكال دعم لهذه القضية في ذلك التطورات التي تعرفها القضية الفلسطينية وفي هذا الإطار تم تأكيد على ضرورة تفعيل الاستراتيجية الإعلامية العربية وكذلك تحديث خطة التحرك الإعلامي العربي لمخاطبة الرأي العام الدولي بمشروعية وعدالة هذه القضية تحديث الاستراتيجية العالمية هذا هم جدا احنا عملية افديتين كل يوم تقريبا والتوصيات والمقترحات اللي بتظهر عن اللجان المنبسقة من لجنة الاتصال الإعلامي في جامعة الدولة العربية هم واحنا بنشارك بيها بقوة والتوصيات بتؤخذ على محمل الجد وبيتابعوا قليات التنفيذ بتاعتها حتى فده مهم احنا عندنا كمان الاستراتيجية الخاصة بكورونا والدول وما اتخذته من إجراءات وده مهم جدا وبنأكد كمان على الاستراتيجية الإعلامية اللي احنا هتبتدي تدرس في المناهج التعليمية للوعي الإعلامي طبعا أبرز المحاور اللي نوقشت كانت القضية الفلسطينية وبحثت فيه سبل إيصال الرسائل المتعلقة بالقضية الفلسطينية وعدالتها والدفاع عن حقوق المواطنين الفلسطينيين وقدمت عدد من المقترحات في هذا الشأن أيضا نوقشت الخطة العربية أو الاستراتيجية العربية الإعلامية وهذه الاستراتيجية حقيقة نوقش بعد تحديثها في ظل المستجدات سواء في مهم هي طبعا الاستراتيجية لها عدة محاور تم بحث آليات تحديثها في جميع المحاور في ظل المستجدات مثل جائحة كورونا ومثل المستجدات القضية الفلسطينية والتحديات التي واجهها العالم العربي بشكل عام خرجنا بتوصيات مهمة جدا كانت أولها وقبلتها هي القضية الفلسطينية الحاضرة في ضمائرنا وفي أرواحنا وفي دولنا جميعا كذلك هناك توصيات مهمة حول الاستراتيجية العربية للإعلام كذلك عن الإعلام الإلكتروني وهو قضية مهمة جدا لأن الإعلام تحول من الإعلام التقليدي إلى الإعلام الإلكتروني فعلينا أن نتخذ كافة الإجراءات كذلك هناك توصيات طرحت خارج سياق التوصيات التقليدية مهمة جدا أعتقد علينا الوقوف أمامها قررت وساطة جنوب السودان رفع جلسة التفاوض المباشرة بين الحكومة الانتقالية السودانية والحركة الشعبية شمال وذلك لإجراء مزيد من المشاورات بشأن القضايا الخلافية بين الطرفين وقال المستشار أو مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية رئيس فريق الوساطة إن الوافدين توصلا لتفاهمات كبيرة بشأن القضايا الخلافية مبينا أنه لم يتبقى سوى أربع نقاط من 19 نقطة كان يجرى التفاوض حولها مؤضحا أنها قضايا بسيطة ومقدور عليها وأعرب عن آماله في أن تشهد جلسة التفاوض القادمة التوقيع على اتفاق السلام الشامل الذي يلبي كل طموحات أهل السودان أن جلسات التفاوض في مرحلة الاتفاق الإطاري كانت جيدة وهناك كثير من النقاط التي التقينا فيها مع إخواتنا وإخواتنا في الحركة الشعبية وأيضا هناك بعض النقاط العالقة التي تباينت فيها الرؤى ولا أقول اختلافا أهم ما ساد هذه الجولة هو الروح الإيجابية والإرادة والعزيمة المتبادلة لكل الطرفين من أبناء السودان مما يعزز الثقة ويبعث الأمل في الوصول لاتفاق سلام شامل وعادل ينتظر شعبنا في السودان إن شاء الله نؤكد لشعبنا ولكل المتابعين أننا بنفس الإرادة وبنفس القوة وبنفس الرغبة إن شاء الله سنعود متى ما تهيط الظروف الملائمة لاستكمال ما تبقى من نقاط عالقة مع إخواتنا في الحركة الشعبية قالت رئاسة الجمهورية اللبنانية إن الزخم المصطنع الذي يفتعله البعض في مقاربة ملف تشكيل الحكومة لا أفق له إذا لم يسلك الممر الوحيد المنصوص في الدستور وضطت رئاسة اللبنانية أن تمت معطيات برزت خلال الأيام الماضية تجاوزت القواعد الدستورية والأصول المعمول بها وصل سعر صرف العملة اللبنانية في الهبوط إلى مستوى جديد مع طعم مقال أزمة الاقتصادية في البلد ضربة جديدة مدوية منيت بها الليرة اللبنانية مسجلة تراجعا قياسيا جديدا مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد وفقدت العملة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها منذ أكتوبر عام 2019 فيما ارتفعت نسب التضخم وأسعار السلع في البلد الذي يستورد أكثر من 80% من السلع الأساسية ولوضع ضوابط على رأس المال أعلن البنك المركزي اللبناني أنه سيسمح للمودعين بسحب كميات محدودة من حسابات مدخراتهم بالعملة الصعبة كل شهر غير أن المودعين لا يمكنهم القيام بعمليات السحب تلك إلا من خلال منصة خاصة أنشأها البنك المركزي هذه المنصة سيتم استخدامها بجل بساطة لتحرير سعر صرف الليرة اليوم السوق السوداء هي سوق منة شرعية سوق مخالفة وبعد أكتر من هيك سوق لا يوجد علي إلا المخالفين للقوانين اللي ببيضوا أموال يلي بدون يهربوا لبره وما بدون حدا يلحقهم شو عم يعملوا بالدولارات وبحسب خبراء الاقتصاد فإن البنك الدولي سيصر على استمرار فرض تلك المنصة على لبنان حتى لو فشلت لأنها الوسيلة الوحيدة لتحرير سعر الصرف هذه المنصة حتى لو ما نجحت مكرى صندوق النقد رح يفرضها على لبنان لأنه هي الطريقة الوحيدة لحتى حرر سعر صرف الدولار الحكومة اليوم إذا كانت أو الأجهزة الأمنية أو المسؤولين إذا كانوا بدون يعملوا شيء جيد بحربوا السوق السوداء بس ما عندهم هالرغبة وهذا الأمر واضح كان البنك الدولي أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري أن أزمة لبنان الاقتصادية والمالية تصنف على الأرجح كواحدة من أسوأ الأزمات التي شهدها العالم خلال ما يزيد على 150 عاما أعلن ملك الأردن عبدالله الثاني أنه وجه الحكومة لوضع برنامج عمل اقتصادي واضح المعالم خلال أسابيع مرتبط بمدد زمنية محددة لتنفيذه وخلال لقائه رئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية شدد ملك الأردن على ضرورة أن يتزامن المسار السياسي مع مسار آخر اقتصادي أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده ستعمل مع أوروبا لتحسين حياة المواطنين والعالم وأضف بايدن خلال القمة الأمريكية الأوروبية في بروكسل أن واشنطن لديها فرصا كبيرة لتعزيز التعاون مع أوروبا لمواجهة التغير المناخي ووباء كورونا أعرب الاتحاد الأوروبي عن أمله في إنهاء الخلاف مع لندن بشأن ترتيبات التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد وطلبت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولة بوندرلاين بفتح صفحة جديدة مع لندن وإقرار علاقة طويلة الأمد بين الجانبين وكان الاتحاد الأوروبي وجه انتقادات للحكومة البريطانية بسبب تأخرها في تنفيذ فحوصات جديدة على بعض السلع القادمة إلى أيرلندا الشمالية من بقية المملكة المتحدة أعلنت المملكة المتحدة التوصل إلى اتفاق تجاري مع أستراليا لمرحلة ما بعد بيكزيت وصفته الحكومة البريطانية بأنه تاريخي جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء الأسترالي سكوت ماريسون في لندن مع نظيره البريطاني بويس جونسون حيث توصل المسؤولين إلى حلول للقضايا العالقة الخاصة بالتفاقية التجارة الحرة للمزيد من المتابعة والنقاش في استياق هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن سيد كايد عمر المحلل السياسي سيد كايد في البداية ورحب حضرتك على شاشة أكتر نيوز إلى هذه الجولة الإخبارية دعني أبدأ معك قبل التصريحات التي خرجت من الاتحاد الأوروبي بهذا الاتفاق التاريخي بين أستراليا وبريطانيا ماذا من الممكن أن يضيف لبريطانيا هذا الاتفاق فيما بعد البريكزيت؟ بالتأكيد بريطانيا تريد إبرام وعقد اتفاقيات تجارية مع كافة دول العالم للتعويض عن العلاقات التجارية التي كانت مبرمة معها وهي جزء من الاتحاد الأوروبي والآن هي خرجت من الاتحاد الأوروبي وتريد أن تحسن من وضع بريطانيا اقتصاديا وتجاريا وخاصة بعد الأزمة التي مرت بها اقتصاديا بسبب الضرر الذي لحق بالاقتصاد بسبب جائحة كورونا وبسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي الآن بريطانيا تركز كثيرا على عقد اتفاقيات تجارية مع كافة دول العالم لكي تعيد مكانتها الاقتصادية والدولية إلى المكان الصحيح وحتى أن تعود بريطانيا كدولة قوية ودولة عظمى في هذا العالم طيب سيد كايد فيما يتعلق بعلاقة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي يمكن الاتحاد الأوروبي أظهر مرونة نوعا ما خاصة وأكيد حضرتك كنت بعد ما خرج من تصريحات من سيد بويس جونسون متعلق بتطبيق البند الستة عشر المتعلق بايرلندا الشمالية إذا لم يظهر الجانب الأوروبي أو الاتحاد الأوروبي نوعا من أنواع المرونة في التعامل مع بريطانيا الآن الاتحاد الأوروبي أظهر مرونة في التعامل مع بريطانيا برغبة لإنهاء الخلافات برأيك إلى أين يسير المشهد بشكل أباخر بالفترة الأخيرة وفي الأيام الماضية وخلال اجتماعات الدول الاقتصادية التجارية السبعة والذي يعني عقدت في بريطانيا كان هناك الكثير من المحادثات مع بعض دول الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية وبالتعاون والتشاور مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى وتم الحديث في موضوع إيرلندا الشمالية بحيث أن بريطانيا ترى أن إيرلندا الشمالية هي جزء من بريطانيا وتريد المحافظة على وحدة الجغرافيا ووحدة المملكة المتحدة وطبعا أوروبا كانت تؤكد على أيضا التزام بريطانيا بالاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي والتخوفات والنصائح التي أدل بها الرئيس الأمريكي جو بايدن بخصوص المحافظة على اتفاقية السلام الجمعة العظيمة في إيرلندا الشمالية والإبقاء الحدود مفتوحة ما بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا وعدم وجود سيد كايد هل تعد تصريحات الجانب الأوروبي أو الاتحاد الأوروبي في التعبير عن أماله لإنهاء الخلافات مع لندن بشأن الترتيبات المتعلقة بالتجارة فيما بعد البريكزيت هل نستطيع القول هنا أن الجانب الأوروبي يبدو نوع من أنواع المرونة وأن المشهد بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي سوف يشهد متغيرات في الفترة المقبلة بالتأكيد الحديث كان حول التزام أو ارتباط إيرلندا الشمالية بالمعايير والقوانين الأوروبية وتقبل من بريطانيا لهذه المعايير في هذه المنطقة بالذات وهناك كان تقارب في وجهة النظر ولكن طبعا كان هناك أيضا شروط معينة لتمكن من إبرام اتفاقية مع أستراليا ودول أخرى بحيث أن بريطانيا يجب أن تكون خارج تماما من الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي حتى تتمكن من إبرام اتفاقية تجارية مع أستراليا وهناك كان حل وسط أو حلول خلاقة للتمكن من الحصول على اتفاقية تجارية بالإضافة إلى إرضاء الاتحاد الأوروبي بخصوص إيرلندا الشمالية ووضعها الحالي خاصة وأن هذه الاتفاقية تحديدا أتحدث هنا عن اتفاقية بريطانيا مع أستراليا ليست اتفاقية تابعة لاتفاقات أخرى أو فيها نوع من أنواع التكيف لأي اتفاقية أخرى على كل حال سيد كايد عمر المحل السياسي أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر كنت معنا مباشرة من لندن استبعد الكريملين إبرام اتفاقات في اللقاء المرتقب غدا بين الرئيسين الروسي بلادي مابوتين والأمريكي جو بايدن في جناب ولكنه قال إن المحادثات بينهما ستكون مفيدة قال مستشار بالكريملين إنه من المقرر أن يناقش بوتين وبايدن قضايا الاستقرار النووي وتغير المناخ والأمن الإلكتروني ومصير مواطنين أمريكيين وروس مسجونين لدى كل من البلدين أعلن مسؤولون في أفغانستان مقتلى أربعة موظفين صحيين جراء استهداف مسلحين أعضاء فريق تطعيم ضد شلل الأطفال في مدينة جلالبات شرق البلاد كان تنظيم داعش الإرهابية أعلن في مارس الماضي مسؤوليته عن مقتل ثلاث نساء في فريق تطعيم ضد شلل الأطفال في جلال أباد أعلنت الأمم المتحدة أنها تستعد لنزوح مزيد من المدنيين في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية والدولية في ستمبر المقبل وحضرت المنظمة الأممية من تنامي العنف هناك بعد انسحاب القوات الدولية جماعة متصاعدة في أفغانستان زادت حدتها مع بدء انسحاب القوات الأجنبية من البلاد وتباطئ جهود الوساطة للتوصل إلى تسوية سلمية بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان الأمم المتحدة قالت أنها تستعد لاحتمال نزوح مزيد من المدنيين في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية والدولية في سبتمبر المقبل وتشير المنظمة الدولية إلى أن هناك نحو 2.5 مليون لاجئ أفغاني مسجلين في أنحاء العالم في حين يوجد 4.8 مليون نازح داخل البلاد كشف تقرير مكتب الأمم المتحدة في أفغانستان عن ارتفاع نسبة الخسائر البشرية خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 29% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020 وشدد التقرير على مسئولية حركة طالبان عن نسبة 43.5% من الضحايا جاء ذلك فيما توقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائية في أفغانستان ارتفاع معدلات الفقر في البلاد بنسبة 70% وقد يصل عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية إلى 18 مليون بحلول نهاية العام الجاري وبدأت الولايات المتحدة بعد 20 عاما صحب قواتها المتبقية من أفغانستان وعددها 2500 وتستهدف الانسحاب تماما بحلول 11 سبتمبر كما يعتزم نحو 7000 من القوات غير الأمريكية وتتألف في معظمها من دول حلف شمال الأطلسي المغادرة بحلول الموعد نفسه في تلك الأثناء قال مفاوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين إن هناك ثمة حاجة لدعم دولي قوي لمحادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وطالبان مشيرا إلى ضرورة أن يحل العمل السياسي محل الصراع وتقول الحكومة الأفغانية إن الاشتباكات زادت مع طالبان في ظل مضي الولايات المتحدة قدما في عملية سحب جميع قواتها المتبقية كما تجمدت إلى حد كبير المحادثات السياسية بين الطرفين أشهد سلطان عمان هيسم بن طارق بالجهود المبذولة في التعامل مع جائحة كورونا وخلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء قدم سلطان عمان شكره للعاملين في القطع الصحي على ما يبدلونه من جهود مقدرة في هذا المجال مؤكدا على أهمية استمرار تلك الجهود في حملة التطعيم وأكد أيضا على ضرورة توعية المواطنين والمقيمين بأهمية الالتزام بكافة الإجراءات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الخصوص لافتا إلى أن ملف تشغيل المواطنين البحثين عن عمل يعتبر أولوية وطنية قصوى ويأتي في أعلى سلم أولويات عمل الحكومة قتل ما لا يقل عن 15 شخصا في هجوم إرهابي استهدف معسكرا للجيش في الصومال وذكرت وكالة فرانس بريس نقلا عن مصدر أمني أن إرهابيا فجر نفسه داخل معسكر للجيش الصومالي بجنوب غرب العاصمة مقديشيو جاهد الهجوم بعد يوم من إعلان الجيش عن مقتل 50 عنصرا من حركة الشباب الإرهابية في عمليات نفدها في الأجزاء الجنوبية والوسطى من البلاد حضر مدير عام منظمة الصحة العالمية تدرس أدهن من الوقوع في خدعة تراجع أرقام المصابين بكورونا حول العالم مؤكدا أن التراجع العالمي في عدد الحالات يخفي زيادة مقلقة في الإصابات والوفيات في العديد من البلدان أضف أدهنم أن زيادة الحادة في إفريقيا تثير القلق بشكل خاص لأنها المنطقة الأقل وصولا إلى اللقاحات وتشخيصات والأكسجن وأفادت منظمة الصحة العالمية أن متغيرات الفيروس الجديدة تتمتع بمعدلات انتقال عالية بشكل كبير على مستوى العالم نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله بشأن حرمان طلاب الجامعات الحكومية من أداء الامتحانات النهائية حال عدم سداد المصروفات الجامعية أقل المركز نقلا عن وزارة التعليم العالي حقية كافة طلاب الجامعات في دخول الامتحانات حيث أن عملية أداء الامتحانات غير مرتبطة بدفع المصروفات الجامعية مشيرة إلى قيام عدد من الجامعات الحكومية بتخصيص ميزانية لمكاتب رعاية الشباب التابعة لها لسداد المصروفات عن الطلاب المتعثرين سواء كانت مصروفات دراسية أو رسوم مدن جامعية بشرط استفاء الأوراق المطلوبة افتتح دكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي فعاليات ورشة العمل التي نظمتها الوزارة بتعاون مع بنك المعرفة وتصنيف كيو اس بشرق الأوسط حول تصنيف الجامعات المصرية الاحتفال بتكريم الجامعات المدرجة بالتصنيف لعام 2022 أوضحها وزير التعليم العالي أنه تم وضع خارطة طريق تستهدف ورفع تصنيف العديد من الجامعات المصرية خلال الفترة القادمة مشددا على أهمية وضع الجامعات المصرية لخارطة واضحة بحيث لا يقتصر الأمر على الإحصائيات والأرقام بل يمتد إلى خطة مستقبلية واضحة ومحددة نتبع الآن أهم الأخبار الاقتصادية أعلن وزير الإسكان عاصم الجزار إعفاء 90% من غرامات التأخير حال سادات كامل المستحقات المتأخرة للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال وقطع الأراضي بأنواعها والبلات والوحدات الشاطئية بالمدن الجديدة جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة وزير الإسكان وأوضح مسؤول بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أنه يتم تطبيق التيسيرات في الحالات الساري تخصيصها والحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت في حوزة العميل ولم يتم تخصيصها للغير تلقى لواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية تقديرا من القطاعات المعنية بالوزارة حول إجراءات تسليم الدفعة الثانية من سيارات الخدمة التكنولوجية المتنقلة المجهزة بالكامل للعمل في خمس محافظات حيث تمت عملية التسليم منتصف الأسبوع القاري قال شعراوي أن تسليم الدفعة الثانية من السيارات سيأتي في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيط أواخر شهر مارس الماضي بشأن تدبير وتشغيل مراكز تكنولوجية متنقلة تقدم خدمات المحليات لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين بأقسى كفاءة وأقل وقت ممكن نقش وزير الكهرباء محمد شاكر مع وزيرة التجارة والطاقة البريطانية تحضيرات مؤتمر المناخ القادم في نوفمبر القادم كما استعرض شاكر مع المسؤولة البريطانية مستقبل التعاون بين البلدين والمساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء التي تتمثل في مشروعات الطاقة الجديدة وشهد وزير الكهرباء بتعاون القائم مع الشركات البريطانية موضحاً أنه شريك موثوق به ولها دور كبير في المساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء والآن وقف مع الأخبار الرياضية وفقت السلطات التونسية على حضور الجماهير مباراة الأهل والتراجي التونسي على ملعب رادس بذهاب نصف نهائي دوري الأبطال يوم السبت المقبل هذا وأعلم بيتسو مستماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالندي الأهل قائمة الفريق والتي ستسافر إلى تونس لمواجهة التراجي شهدت القائمة انضمون محمد مجدي أفشا بعد التأكد من جهزياته لخوض اللقاء في مغيب كل من محمد هاني ومحمود متولي عن القائمة للإصابة بالإضافة إلى غياب مروان محسن يتطلع المنتخب السعودي إلى حسم بطاقة التأهل إلى التصفيات النهائية لمونديال 2022 عندما يواجه نظيره الأسبوكي اليوم على ملعب مرسول بارك بالعاصمة أرياض في الجولة الأخيرة من الدور الحالي يتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 17 نقطة ويسعى لتجديد الفوز على أسبوكستان أو تحقيق التعادل على الأقل لتأكيد تربعه على صدارة المجموعة وضمان التأهل مباشرة إلى الدور التالي من تصفيات المونديال تقام اليوم مبارتين ضمن منافسة المجموعة السادسة لكأس الأمم الأوروبية حيث يلعب منتخب المجر أمام نظيره الفورتغالي في السادسة مساء في لقاء يقام بملعب بوشك شارينا في المجر كما يلعب المنتخب الألماني مع نظيره الفرنسي في التاسع مساء في ملعب الإنزارينا بمدينة ميونيخ الألمانية ترجمة نانسي قنقر أريكسن لاعب منتخب الدنمارك ونادي إنتر ميلان الإيطالي متابعي وجمهوره بشأن حالته الصحية عبر رسالة نشرها على حسابه على إنستجرام مصحوبة بصورة من المستشفى وتعتبر الصورة هي الظهور الأول لأريكسن منذ سقوطه خلال مباراة الدنمارك وفنلندا السبت الماضي في كأس الأمم الأوروبية 2020 وعانى أريكسن من سكتة قلبية خلال المباراة وتم علاجه من قبل المسعفين الذين أجروا الإنعاش الطبي القلبي الرئوي واستخداموا موزيل الرجفان لمساعدة أريكسن في إنعاشه وبأخبار الرياضة نكون قد وصلنا مع حضرتكم لختم هذه الجولة الإخبارية لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، انستجرام ويوتيوب أشكر حضراتكم على طيب المتابعة والشكر موصول للزميل شدي شاشة